نشاط كيف يحدث الخصوف ماذا تحتاج كشافا ضوئيا عملة معدنية صف كيف تحجب قطعة العملة جزءا من الضوء ثم معظمه عن الجانب الآخر ماذا تفعل أمسك بعملة معدنية بين إصبعيك وصلت عليهم ضوء كشاف ضوئي انظر للعملة المعدنية في اتجاه المصدر الضوئي حرك العملة تدريجيا بحيث تقطع الأشعة الضوئية تدريجيا صف كيف تحجب قطعة العملة جزءا من الضوء ثم معظمه عن الجانب الآخر تخيل أن المصدر الضوئي الكشاف يمثل الشمس وأن العملة المعدنية تمثل الأرض وأنت تمثل القمر فسر في ضوء ذلك كيف يحدث خصوف القمر عندما تقع الأرض بين القمر والشمس وتكون جميعها على استقامة واحدة فإن ظل الأرض يقع على القمر مما يحجب ضوء الشمس عنه فيكون الخصوف كليا ويكون الخصوف جزئيا إذا وقع القمر في منطقة شبه ظل الأرض ترجمة نانسي قنقر